أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ يجوز أن تقف هنا فذاك استفهام ثم يأتي الجواب فليأتي مستمعهم بسلطان مبين جميل هذا أول أمر الأمر الثاني انتبه معي لحرف تلفظه وتنطق به وليس موجود فين الحرف هذا؟ حرف النوم تعال كده وتابع معي أَمْ لَهُمْ فِي نُونَ؟ مفيش سمعت مني غنن؟ لا جميل أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ أنا قلت لك في حرف موجود ومش مكتوب وبتقول لي حرف نعم لأنك تلفظ به وفي بعض الكلمات يعامل معاملة أخرى ويلفظ وينطق ويكتب في اللغة معنا النهاردة؟ معنا بس مش هقول لك عيد الوقت أصبر شوي امشي معايا واحدة واحدة يبقى سُلَّمٌ أخر هميم لكن فينون ملفوظة النون دي سوف تدغم فيما بعدها خلي بالك كده سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ ها؟ خدت بالك سُلَّمٌ أنا بوضح لك الحرف الذي تحول في فمك إلى ياء ثم أدغمت الياء في الياء سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ عشان ما توضحاش لكن لو إيه فتتقول سُلَّم كده يبقى أنا أنطق بالكلمة وأوضح لك عمليا ما يحدث وصلا لا وقفا خدت بالك من دي؟ طيب وهنقف عند كلمة فيه يبقى إذا النون يستمعون مع فيه ما فيش فيها غنى ولا أي حاجة خالص الجملة اللي بعد كده فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ تاني كان مرة عم الشيخ حاضر فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ ليه بتقول لي تاني؟ أصل اللم سمعتها منك كده سكنة وبينة أوي أو بتركز عليها في النطق آه عشان دي اللم وضح فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ هي عم الشيخ كلمة يأتي دي اسم ولا فعل لا فعل طب انت قلت لي قبل كده ما فيش فعل بنجر ولا بيتكسر ولما نبهتني فيما سبق عشان كان بيجي بعدي ساكن زي يقوم الليل لم يكن الذين كفروا هنا بعد الاته في مين ومين مضمومة فيترى الكسرة دي بتاعت ايه طيب ممكن نكمل ولو في وقت أوضح لك عمليا وعلميا لما وجدت هذه الكسرة بس امشي معا الأول عشان فيه ناس عايز تعرف النطق لبقية الكلمة ايه عشان دي ممكن تاخد منه وقت شوي حاضر يلا فَلْيَأْتِ لَوْيَفْنَهْ وَهَنْكَمِّلْ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ أَدْوِقِفْتِ خلي بالك بقى لما توصل مستمعهم بكلمة بسلطان مستمعهم بي سمعت مني كيفية الوصل مستمعهم بسلطان مبين لا وحدة وحدة انت قلت لي النور مين اقصلي فيه غنة مشتركة هنا خلي بالك ايه الغنة ان هذه المين ستخفى لكن مشتبع النون بس في معايا غنة فقلت اوضحها لك خلي بالك انت ماشي طيب بسلطان يبقى انت سمعت مني في اللفظ في اخر كلمة بسلطان نونين نون الاصلية وهي خاتمة بسلطان ثم نون التنوين التي سوف تلفظ بها وتحولها الى ميم ثم تدغمها في الميم بعدها لاجل هذا كانت شدة الميم في مبين ليه لانك لو وقفت على بسلطان ابدأ مبين ستحتار ليه ايه الحيرة في مبين لا فيش فيها حيرة لا حيرة اللي فتح المصحف ومش واخد باله ان الميم دي مشددة ومعلوم لغة لا يبدأ بساكن ولا يبدأ بمشددة أبدا استحالة اذا هذا التشديد مبني على ايه على ان النون اعني نون التنوين في كلمة بسلطان ادغمت في الميم فيصير النطق بميم مشددة هكذا بسلطان مبين يعني نون سلطان هتبان انما النون التي سوف تدغم هي نون التنوين فتنبه جميل مبين وهتوقف على رأس الآية وتبدأ الالي بعد كده ام له البنات ولكم البنون اخير هنون وسكنت ما فيش عندي غنان ام تسألهم اجرا انت وقفت اه وانت قلت لي على الواصل نسيان هتوصل ازاي يعني اجرا اهيه كده اظن وضح عندك نون التنوين الملفوظة ماذا سيحدث لهذه النون فيما سبق ادغمت مع الياء ادغمت مع الميم مع الفاء ستخفى ازاي يعني اجرا فهم وخلي بلك من كلمة فهم تاني كان مرة كده فهم يبقى الفاء عندي لها موضع ولها محل وهم لها موضع ولها محل يعني الفاء حرف مستقل وهم ضمير مستقل لكن امامي كلمة واحدة اسمع كده ام تسألهم اجرا فهم اه غير لما اقول ام تسألهم اجرا فهم فهم غير فهم فهم يبقى كده بينت الفاء حرف وهم حرف اه متصلين بس غير 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 فهما الفعل فاء ها ميم فا هو ما دي مش فعل دي فاء حالية وهم ضمير فصل عشان ما تظنش ان فهم من الفعل فهم لا 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 هذه والتي تليها عند قوله فهم يكتبون يبقى خلي بلك بقى هنا هم ام تسألهم اجرا فهم ما اقولش ام تسألهم اجرا فهم لا فهم جميل هنوصل بقى فهم من لحظت تشجيد الميم اه لحظت لكن هل لاحظت الفارق بين بسلطان مبين وبين فهم مغرمون في الكتابة اه الفارق ان في سلطان مبين نون التنوين ادغمت في الميم اما في كلمة فهم من ميم ادغمت في ميم يبقى هناك ادغام بغنة وهنا ادغام تماثل صغير الاول ساكن والثاني متحرك ليه بتنبهني على كده لانهما في الاداء والسماع سواء اسمع كده بسلطان مم فهم كلاهما ميم مشددة في السماع اما هذه في الاسم فحكمها بخلاف الولى في الاسم الولى حكمها ادغام بغنة ليه تنوين واتى بعده ميم الثانية اسمها ادغام تماثل صغير ليه ميم ساكنة ادغمت في الميم المتحركة بعدها طيب ميم مغرم خلصنا خلاص من كلمة فهم من اوصل بقى من مغرم هتوصلها ازاي من مغرم ايه ده ده كأن الميم المشددة معي جاءت مرة ثانية يعني الانتقال في النطق من ميم مشددة الى ميم مشددة ازاي فهم من مغرم تاني كان مرة كده اسمع فهم من مغرم اه النون الساكنة دي التي جاء بعدها الميم ما بتفكركش بنون ساكنة سبقت ملفوظة غير مكتوبة اه نون سلطان ممتاز التنوين يبقى اذا النون التنوين اذا اتى بعدها ميم او النون الساكنة يأتي بعدها ميم الحكم ها ادغام بغنى احسنت اوعى بقى تجيب واحدة وتسيب التانية يعني تنتقى خطأ في تجيب غنة الميم الساكنة مع ما بعدها وتترك ما مع بعد او تأتي بالادغام تاركا الادغام قبله لا 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 لازم اللي اتنين واربعة يبقى النطق سيكون بايه بمن مشددة بعدها من مشددة جميل والغنة اوعى تنساه والترقيق اوعى تنسى في الميم فهم من مغرم مثقلون ليه بتنبهني على الترقيق عشان الغين القادمة في قوله مغرم المن مرققة الغين مفخمة والراء بعدها مفخمة جميل اوصل بقى مغرم بكلمة مثقلون وهسبلك انت تقول الحكم اوصل بقى كده مغرم مثقلون الحكم لا اضغم تماثل صغير ما هو عدى قبل كده فهم من مغرم احسن الله يفتح لك لا تنسى بقى الث ان سكنت في كتاب الله لا يوضع عليه تشكيل هي دي بس اللي خدت بالك منها طب وكلمة من فين تشكيل النون اللي عليها انتبه عندهم جميل عندهم الغيب فهم يكتبون خدت بالك من المكن الغدن ارجع لسؤالك عشان ما تفتكرش نسيته ايه السؤال بتاعك فليأتي يا عم الشيخ الفعل هنا في كسر ليه تعال امشي معايا واحدة واحدة الفاء الواقعة قبل اللام هذه الفاء تسمى ضابطا لللام التي بعدها ايه اللام اللي بعدها اللام اللي بعدها تسمى لام الأمر وضابط لام الأمر في كتاب الله على قسمين اما ان يأتي قبل اللام فاء او واو او ثم او لا يأتي هذه الحروف يعني ممكن لام الأمر ما يجيش قبلها لفاء ولا ثم ولا وو نعم لينفق ذو ساعة من ساعته ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم يبقى خلي بالك طيب ايه العلام ايه العلامة المميزة للام الأمر الثاني انه يأتي بعد اللام فعل ويكون فعل مضارع انزر كده الفاء واللام اصبح الفعل ايه ها انطق بيه كده كامل يأتي ايه اهو امر على الفعل المضارع ماذا حدث للفعل جزم آخره يعني ايه جزم يعني اصبح آخره ساكن طيب اول فليأتي ما هو ليأ ساكنه لا منت ما هو خد ذلك اذا كان الفعل آخره يا ساكنه او حرف عل بنقسين كده يا و الف فانه يجزم بحذف هذا الحرف يعني يأتي الاصل دخلت عليه لام الامر فاصبح مجزوما بلام الامر بنقسين كده ممكن تجدها في بعض الكتب او التفسير لام الطلب لان الامر برضو طلب فليأتي مستمعهم او نوع من انواع الطلب جميل اذا حذفت الياء لان الفعل وقع جوابا ولا وقع في الامر هذا لقع في الامر ممتاز الله يفتح عليك طيب لما حذفت الياء لماذا بقيت الكسرة دلالة على الياء المحذوفة وهو اصل الحركة في التاء يبقى التاء المكسورة دي هي كسرة اصلية في الفعل تدل على ان هناك ياء انحذفت لان اصل الفعل ايه يأتي فخلي بالك بقى خلاص كده يبقى الكسرة في تاء يأتي ليست للساكنين مفشعن للساكنين ولكنها ولكنها كسرة اصلية في هذا الحرف تدل على الياء المحذوفة لان الفعل سبق بلام الامر فاصبح مجزوما بحذف هذه الياء ده رقم واحد وطبعا في اثناء الشرح في هذه الكسرة بينتلك ان في معنى في نفس الكلمة لا اسمها لم ايه الامر وهي ساكنة واجبة الظهور وخلي بالك منها ليه لان اللام التي تخرج من الحافة من ادناها لمنتهاها دي الحافة قد يكون فيها انحراف يعني انحراف يعني ميل عن المخرج طيب لما يكون دي الحافة من هنا الى هنا يكون الحرفين انها ايه مع الحرفة الاول قلتلك مين لكن هو ميل الحرف من مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره يعني تنتقل الا من الحافة الى طرف اللسان كما يكون في الراء انحراف والحمد لله رب العالمين وعافنا الله وإياكم من ايه مع الحرفة